لموسم 2010-2011 بحيثة جمعة المدرب بعناصر الفريق محسن ياجور وابراهيم المعروف كان ضمن العناصر الحاضرة فحين غابت أخرى وأخرى في طريقها إلى تجديد التعاقد المزيد مع جهان جهوري بكاميرا كفحنيت أول اجتماع لمكونات الوداد البيضاوي دار على أرضية ملعب بنجلون كأول حصة تدريبية استعداد لموسم 2010-2011 حصة كان من المفترض أن تجمع لعبي الموسم الماضي بالانتدابات الجديدة إلا أن أسماء بارزة لم تحضر على غرار أحمد أجدو بداع المرض وخلد السقاط ولمن يتسأل على المدرب فخردين رجحي هو من قاد الحصة التدريبية في ظل غياب مدرب رسمي للفريق علما أن الوداد سيلعب على عدة واجهات الموسم المقبل والتفاؤل يحدو عن ناصر بطل المغرب أبرز الحاضرين كان محسن ياجور لعب الرجاء السابق وإبراهيم المعروف اللاعب السابق لإنتر ميلان الإيطالي انتدابين من شأنهما تعزيز صفوف الواك إلى جانب البرازيلي لويس جيفرسون انتدابين من شأنهما تعزيز صفوف الواكات الموجودين ويقع في ظل غرار أساس شئرسون نعم مكان لا يصبح لأسألتنا في الشعرسون ونحن تكون هناك المسؤهد في الطلال المغرب من شأنهما تعزيز صفوف الوادد أو المسيق موسم المكثف يلوح في أفق الوداد إذن خاصة وأن أسماء قوية بالفريق قريبة من تجديد عقدها على غرار أيت العريف وبدودان ونادر المياغري